بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ان شاء الله النهاردة هشرح الدرس التمهيدي في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي هشرح يعني ايه؟ أنواع الموارد عندي في البيئة اللي احنا عايشين فيها دين يعين من الموارد موارد طبيعية وموارد بشرية الموارد الطبيعية كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوينها وتشمل هواء ماء طربة نبات طبيعي يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الحاجات اللي ربنا ادهلنا والإنسان ملوش أي تدخل فيها تماما زي الهواء المية الطربة يعني الأرض الزراعية اللي الإنسان بيزرع فيه النبات الطبيعي يعني النبات اللي بيظهر في الأرض دون تدخل الإنسان الإنسان ما بيكونش ليه أي تدخل في ظهوره يبقى الموارد الطبيعية تعريف مهم جدا بيجي في كل الامتحانات هي كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوينها وتشمل هواء ماء طربة نبات طبيعي رقم اثنين نهر النيل بيعتبر أهم مصدر من مصادر المياه العزبة في مصر تيجي في أكمل على طول نهر النيل من أهم مصادر المياه العزبة في مصر اثنين تنتشر في مصر النباتات الصحراوية ولا تنتشر غابات طبيعية موجود في مصر كتير جدا نباتات صحراوية ولكن مفيش عندنا غابات طبيعية لأن النباتات الصحراوية دي ما بتحتاجش مطر لكن الغابات الطبيعية دي بتحتاج لمطر غزير عشان كده موجود في مصر نبات صحراوية كتير ولا تنتشر غابات صحراوية قلنا بما تفسر ليه لنضرة الأمطار لنضرة الأمطار يعني أو مستصعب تقول كلمة لنضرة الأمطار نقول لكلة الأمطار لكلة الأمطار يبقى دي أول جزئية عندي في الدرس بعرف يعني إيه الموارد الطبيعية هي الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوينه وزي ما اتفقنا مع بعض على طول بنقسم التعريف لجزئيتين عشان التعريف عندنا يبقى سهل وبسيط هي كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوينه زي إيه تشمل هعتبرها كأني بقول أغنية بالظل هواء ماء تربة نبات طبيعي هواء ماء تربة نبات طبيعي اتنين بتتعرض الموارد الطبيعية للإهدار ليه؟ بسبب الإصراف في استخدامها الإنسان بيسرف في استخدام الموارد الطبيعية قامت الزراعة في الوادي والدلتة ايش معنى الزراعة قامت في الوادي والدلتة؟ بسبب وفرة المياه العزبة اللي هي جاي من نهر النيل والطربة الخصبة الجزئية التامية عايزة أعرف أهمية الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية دي بتفيدني بإيه؟ بما تفسر سببها إيه؟ المياه أول حاج المياه ضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات المياه ضرورية لحياتنا لإنسان والحيوان والنبات التربة بكون لازمة لزراعة المحاصيل الغذائية التربة بيكون لازمة لزراعة المحاصيل الغذائي رقم ثلاثة مصادر الطاقة بتعتبر أساس التقدم الصناعي مثل البترول طيب الكلام ده كتير عليا حفظه مش هقدر أحفظ الكلام ده كله أو مش هلاقي اللي يفهمهولي أو يحفظهولي أحفظ واحد أو اثنين كفاية المياه ضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات التربة لازمة لزراعة المحاصيل الغذائية كفاية تعريف التلوث التلوث ده تعريفه مهم جدا بيجي في كل الامتحانات عرف التلوث حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعية فتصبح غير صالحة للاستخدام البشري الموارد الطبيعية اللي ربنا ادهلنا بيحصل لها تلوث وتصبح غير صالحة للاستخدام البشري ثانيا عندي تعريف الموارد البشرية أنا اتفقت معكم في بداية الدرس عندي نوعين من الموارد طبيعية وبشرية البشرية اللي احنا بنقوم بإنتاجها تب بننتجها ليه؟ عشان نشبع الحاجات بتاعتنا زي الزراعة زي الصناعة زي الطيجارة يبقى هي الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها لإجباع حاجته مثل المنتجات الزراعية الصناعية الصناعية الطبارية تاني هي الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها لإجباع حاجته مثل الزراعة والصناعة تيجي في المصطلح العلمي ويدخل الاثنين مع بعض عايزك تفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية تبقى أعرف الموارد البشرية اللي الإنسان بيصنحها بإيده زي الزراعة والصناعة الموارد الطبيعية اللي ربنا عطيها لنا اللي هي بتكون منحة من عند الله بعد كده الزراعة الزراعة ده يعتبر نشاط بيستثمر فيه الإنسان الموارد الطبيعية تيجي في أكمل في كل الامتحناء الزراعة نشاط يستثمر فيه الإنسان الموارد الطبيعية النشاط البشري في مجال الصناعة أدى لإيه النشاط البشري ده لما العمال كترهم والشغل يشتغل ومجال الصناعة كتر أدى لإيه أدى لنمو المدن تزايد وسائل المواصلات بآخر حاجة عندي في الدرس إن تعتبر السياحة نموذج للأنشطة البشرية تعتبر السياحة نموذج للأنشطة البشرية كل الشكر لأصدقائي وحبيبي جروب يلا نزاكر مع ميس مروة ألف شكر لكم يا رب أكون في ابتكم مع السلام